قد نتأثر عند سماع الأغاني لمرحلة تصل للبكاء أيضاً نجوم الغناء يتأثرون ويبكون أحياناً لتأثرهم بما يغنون أبرزهم الفنان محمد منير وأنغام إليكم في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير نجوم بكوا أثناء غنائهم في حفله الأخير الذي أقيم مؤخراً بمدينة الإسكندرية أوقف الفنان محمد منير الغناء ودخل في نوبة من البكاء أثناء غنائه لأغنية أنا بعشاء البحر وكان بسبب رحيل دومان بونكا أحد أعضاء فرقته خلال الفترة الماضية وأيضاً بسبب غيابه لفترة طويلة عن المسرح خاصة بعد التقاء جمهوره الكبير الذي حضر للاحتفاء به في العام الماضي أقام الفنان محمد عبد حفلاً بمدينة جدة بالسعودية ولم يستطع إكمال أغنية تعبت من الظلم إشحافه حيث بكى وتوقف عن الغناء لأكثر من مرة ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور أثناء مشاركة باسم بصيل فوجة تامر حسني في برنامج استر أكاديمي قدمت أغنية الطفل والطفولة والذي غنتها في عيد الطفولة وبكت وتوقفت عن الغناء ثواني وعادت لتكمل الأغنية بكت الفنان شيرين عبد الوهاب أثناء تقديمها أغنية ضعف في الحفل الذي أحيته ضمن فعالياتها لفبراير بدولة الكويت شهر مارس الماضي لم تتمالك أنغام دموعها أمام جمهورها في حفل سائة الصاوي البروج التي أحيتها في شهر نوفمبر الماضي وذلك عندما قدمت أغنيات عن فرح غايب والتي توقفت عدة مرات محاولة تجاوز البكاء وأن لا إعجابهم كثيرا إذ إنها كانت صادقة بشدة إنها مرد دموع النجم محمد حماء خلال حفل غنائي أحياه عام 2019 على مسرح إحدى الجامعات وتلقى هدية من معجبة عبارة عن لوحة تجمعه بوالده الراحل واحتضن حماء اللوحة مقبلا وجه والده أكثر من مرة وظل يغني جالسا على الأرض واختار أغنية مؤثرة وهي حاجة مستخبية بما تسبب في انهمار دموعه بكى المغني السوري نصف زيتون وهو يقدم أغنية ما ودعتك على المسرح أثناء مشاركاته في مهرجان قرطاج وتوقف بسبب بكائه لأكثر من مرة ولكن الجمهور سنده بترديد كلمات الأغنية انهمرت الفنان أصال أثناء إحيائها حفلا غنائيا عام 2019 ضمن فعالية موسم الرياض من البكاء عند تأديتها أغنية ذاك الغبي حيث توقفت عن الغناء وبدأت بالبكاء لكنها تمالكت نفسها وتابعت الغناء وتزامنت تلك الفترة حينها مع مرحلة انفصالها عن المخرج طارق العريان ترجمة نانسي قنقر